شيخي سلام عليكم امرأة غير متفقة مع زوجها اطلاقا هل تستطيع ان تتطلق منه دون ان يطلقها لانه لا يريد ان يطلقها هي في دولة وهو في دولة اخرى وهل يجوز ان تتزوج غيره اذا رفض طلاقها اول شي نبدأ من الاخير ليس لها ان تتزوج بزوج اخر حتى تنتهي علاقتها بالزوج الاول التفريق اما ان يكون من الزوج بالتطليق واما ان يكون من القاضي او بالتراضي هي ثلاث طرق ما في غيرها طلاق من الزوج تفريق بالتراضي اللي هو الخلع ان تقول يعني اريد ان اختلع منك ارد لك المهر كذا يتفقان او يتراضيان على شيء الثالثة ان لم يتيسر الطلاق ولا رضي بالخلع ما بقي اليها امامها الا الرجوع الى القضاء ما عدا ذلك ليس لها هي تبقى على اسمد زوجي الاول ولا يجوز لها ان تتزوج باخر والزوج الثاني باطل الى ما تم التفريق فاذا احتاجت وكانت في بلد اسلامي في قضاء الشرعي ترفع امرها للقضاء الشرعي هناك انواع من التفريق تفريق للضرر تفريق للشقاق تفريق للنفقة تفريق للغيبة ان لازم الامر والقضاء الشرعي هو الذي يقدر ما هو الحل المناسب لمثل هذه الحالة الله عليكم شيخنا